السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الخميس 23 تشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم استقر عنا في برج الحمل ورحي ظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة 28 دقيقة من مساء يوم الجمعة لينتقل القمر بعدها لبرج الثور طبعا القمر الآن موجود في منزلة الشرطين وهذه منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيد العلاج الأسنان الأعمليات الصغرى تقليم الأظافر قص الشعر ويمكننا أيضا أنه نستغلها في أشياء تجميلية أما من ساعات العصر وما بعد يعني من الساعة 13 و10 دقائق عصرا بصير القمر موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهديت النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد القمر الآن بما أنه موجود في برج الحمل معناته خلال هذا اليوم نشعر أنه أكثر نشاط في العمل وأكثر تصميما وأكثر استقلالية وممكن نبدأ بمشروع جديد ومن المرجح أيضا أنه شوي بس أنها تكون أفعالنا متسرعة أو متهورين علينا أن نكون حذرين على الطرقات أثناء الحركة أو أثناء قيادة السيارة منلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت منفقد صبرنا في التعامل مع الآخرين ممكن هذا الشيء يؤدي لها مشاكل أو الحجج الغير ضرورية نفقد دبلوماسيتنا وبسيطرة علينا العصبية بفرض الرأي التحكم بالغير طبعا القمر لما بيكون موجود في برج الحمل يعني اللي عنده مشاكل بالعيون بإمكانه بالفترة هاي مراجعة طبيب يعمل فحص للعيون إذا لزم العمر وبرضو ده قص الشعر أو تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما مثلا أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين الشمس وبين زحل هاي الزاوية رح تكون بدأتها يوم 15-11 بدأت ومستمرة ليوم 30-11 طبعا ذروة هاي الزاوية اليوم ساعة 9 و46 دقيقة صباحا بتخلق مصاعب عرقيل بتحتاج منا بذل جهد والتصميم والإرادة لتجاوزها تجعلنا أنانيين قاسيين عنيدين بتعرضنا لصعوبات في إنجاز مشاريعنا وانعكاس وانقلاب بالوضعية علينا مراقبة صحتنا المهددة بالإرهاق أما دوليا فهي بالدل على تراجع اهتمام حكومي ما بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم والصناعات الثقيلة والطراب في البورصة قلة اهتمام الحكومي بدور العجز والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم برضو بتكون طاغية على الساحة وبرضو في نوع من أنواع تضييق الخناق الأمني على بعض اللي هو على شعب ما في دولة ما وبرضو بيزيد نفوذ المحافظين والمتطرفين والمتعصبين لدى بعض الجماعات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة 10.56 دقيقة مساءا أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بتزيد من ضعفنا ومنا للفوضى والتقلب ومن برضو بتشكل عنا بعض الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين بشكل كبير دون أن نشعر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا الرأس، الأسنان، اللسان، العضلات المخططة، القضيب، المرارة، الشريين، والدم طبعا هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي الراجع الطبيب عمليات كبرى ما بنصح فيها عمليات صغرى ما في أي مشكلة لهذا الموضوع يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الحمل واستقر في برج الحمل خلو المسار القادم بيبدأ في تمام الساعة 45 دقيقة بعد عصر يوم الجمعة بعدها بده يستمر خلو المسار لغاية الساعة 8 و28 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار طبعا انحسار المحدب لا بده يبلش انحسار المكتمل كمان بكرا إن شاء الله اليوم الآن هو عمره عشر أيام في تمام ساعة 12 وخمس دقائق ظهرا بصير 11 يوم نسبة الإضاءة 88% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22-12 منتحس بنسبة 25% القمر في الحمل حتى يوم 24-11 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح منتحس بنسبة 10% ساعات الظهر بصير برجع سعيد بنسبة 15% عضارد في القوس حتى يوم 1-12 سعيد بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 4-12 سعيد بنسبة 15% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 6-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط بإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره اتحرك ما تنتظر أن الفرصة هي اللي تيجي لعندك أنت بدك تبحث عنها وحاول أنك ما تضيع الوقت هاي تعتبر بداية جديدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتهداء الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعروا ببعض الخيبة ممكن تظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلبة مزاجك متعكر فلا تخالف القانون لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة بإمكانك أنك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة ولكنها فترة مناسبة للتحالف لمد يد العون للزملاء فترة جيدة للعمل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الفرصة متاحة على الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة برر كلامك ووضحوا بشكل جيد وكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لا اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك ممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات أهم شي إنك ما تكون مهمل وما تترك أي انطباع سلبي عنك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم يوم ممتاز جدا يوم ممتاز لا يجتياز امتحان أو جراء مقابلة أو التواصل مع الأحبة تقدر تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة أو لاختبار تجارب مختلفة تشعر بالاعتزاز والفخر أهم مش إنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك معاني حاول إنك تناقش بمنطق برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة أو مهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولأراهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن ممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي هو ما فيه خوف ولكن يعني بدك تتبع الإرشادات والتعليمات انتبه لصحتك إذا شعرت بشيء غير اعتياد راجع طبيبك وتجنب المشاكل وما تتصلط برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وابتجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني ان المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاذروا من المشاكل الصحية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبتظل في فرصة مناسبة للمصالحة حول التسوي وكذلك للتعارف والارتباط نشاطات متنوعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتاز جدا فترة إيجابية برضو بإمكانك إنك اليوم تمارس هواية تتقارب من الأحبة من الأبناء وفي خبر مفرح اليوم بيجيك بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم ترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ممكن تهتم بمسائل عقارية أو البيت أو العائلة تحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة تظهر الضغوط أو بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات اللي بتطلب منك تكون يعني على قدر عالي من الحكم إلى معالجتها تتعرض لمحاسبه وربما لتحديات أو استفزازات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات منكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريعه بنجاح أي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا في طرح موضوع حساس وبتقدم على عمل مهم يلفت النظر والإعجاب أجواء جيدة حتى على المستوى العاطفي والتسويق والتجارة وبعضكم ممكن يهتم للسيارات أو الإلكترونيات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بالضل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد مال بيعود له أو ممكن أن يحصل على هدية بعضكم ممكن يقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية حاول أنك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة